السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تليمه لماذا لما أقرأ سورة البقرة يكتل المشاكل 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 بأنواع شجار في المنزل في العمل تحس كأن الدنيا انقلبت عليك يعني كأن الدنيا انقلبت عليك يعني لما بدأت تقرأ سورة البقرة أنا سأقول بعد الكلمات باللغة العربية وسأكمل الفيديو بالدريجة المغربية أول شيء هو من وسواس الشيطان يجب أن تكمل قراءة لو يكون ليس شجار يكون زلزال في المدينة كله وتسقط المنازل كلها يجب أن تكمل أنت قراءة سورة البقرة ويجب أن تقرأ مرة في الصباح ومرة في الليل وقرأ أنصحك أرى سورة الكهف وصورة النحل يوم الجمعة بحماية وأنصحك بقراءة سورة البقرة وصورة الجن وصورة الجن ركز معي وصورة الجن وصورة الناس قل أعود برب الناس تقرأ سورة الناس عشرين مرة وصورة الزلزل عشرين مرة أعيد صورة البقرة صورة الجن وصورة الناس عشرين مرة وصورة الزلزل عشرين مرة تقرأهم في الصباح وتقرأهم في الليل هذا لماذا؟ لأن صورة الجن يحبها الجن الكافر وصورة الزلزل تذهب تخرج عمار الدار وصورة الناس تزيل الوسواس لأن الشيطان يركز على الوسواس لأنه لما تبدأ تقرؤ صورة البقرة يأتوك وساوس ويقول لك إن صورة البقرة هي السبب في الشجاع في المنزل يجب أن تكمل القراءة يجب أن تكمل القراءة لأن الذين هم يتشاجرون لأنهم لا يستحملون صورة البقرة زوجك أمك أبوك أخوك جدك لا يستحمل لأنهم مسكونين بالشياطين لا يتحملون تقل البقرة لأن البقرة عظيمة فلا يتقبلون فيوقع الشجاع دعهم يتشاجرون ويفعلون ما يفعلون فعليك أن تقل الاستمرارية هذا ما أنصحه باللغة العربية سأكمل بالدرجة المغيلة خوتي أنت هذا بديتك تقرأ صورة البقرة بديتك تقرأ صورة البقرة نط الشجاع في الدار بغي يوقع الزلزال لأن عرفت لأنك نط الشجاع في الدار لو كنجبه مكبير صوتي بحل الجمع مكبير صوتي نضعه في المدن في الدول العربية نضعه في مدينة قصر أي مدينة نضعه ونطلقه في صورة البقرة النص يبقى يتحف الشارية نص يبقى يتحف الشارية والناس يبقى يبقى باللغة وما يقبضوا بشيء يسمعون الناس أعلى سلي أن الناس مسكونة الناس عمر شاياطين الناس كانت تسليط مجلسة أخوتك دابز الزوجة última من دباس كل شيء يوقع شجاع كل شيء يوقع الشجاع و لكنهم داخلهم كل شيء يمسكن الشياطين بشياطين لماذا؟ لأنهم غائفوا لأنهم ينطاق الله باقتد على طريق الله لا ينذكر الله 24 ساعة فصورة البقرة أتطول فيهم و لأنه صورة البقرة أعظيمة لا أعلم ماذا أقصد ذلك؟ انا كنضحكو الذين وكمتونك اللعب أتطول ذلك وأنت تحملوها الضيادة اعطاك 100 من يطولنا أنا متى مسكن بشيطان أعود بالله أنا مسكن بشيطان ونسمع سورة البقرة ما تعجبني نوات الضغافة في الضرب قالت لي أن أنا متى بشتريق الله الشيطان ساكني وأسحار وكل شيء مرونة هذا هو اللي وقعنا في المجتمع فأنت يجب عليك الاستمرارية مشي شغلك أنت اللي بغايت تداب زل إلا راج أنت عك فرقك في الفراش هذي كانت توقعها الظاهرة بزاة في المرة كانت نتقرأ سورة البقرة وخفتها في المرة أو في ثلاثة أراج أنت حكى فرقك في الفراش والدباز ونضل أصلاف الخدمات وقال له أولا هو مسكن ووخصه يجري لأسه فأنت هو وخصه يجري لأسه ويقرأ سورة البقرة فتكون في الجوجة تقرأ سورة البقرة فتكون تضعو للشياطين فأنت أرى سورة البقرة في العب في العب كأت تقرأ صورة عظيمة سألقمني بصوت في الشارع يتبقى أن تتاح في الشارع وإسمنا سورة البقرة لأن الناس مسكونة، كل شي فيهم الشياطين علتهم فواهم شياطين ду أريد أن يبقى أمكم Regardless لأنه لم تكن مسكونة لأنه إذا أздمنا لأهد رسال اللهhi был إذا نقوم بإنسان صورة البقية يحسو بالراحة والطمأنينة والسكينة والرحمة والدار كلها تنزل فيها البركة والملكة يحفوظك الدار نحن نتقرأ صورة البقية في درسمك ينطل الحرب لأن كل شيء يمسكون كل شيء يمسحور وكل شيطان وكل شيء يسمع الموسيقى يسمع الموسيقى تفرض تلفازات وفيديوهات كثيرا في اليوتيوب وفيسبوك يضيع وقته في الخورة في حضرة فإبار الله سسمع الهضرة الخائبة العين تكتوف الحواج الخائبة الحرام غارق في الحرام فلوسك حرام هذا هو لك تطر فيك صورة البقية فأنت لم تقرأ صورة البقية؟ يعني لا يريد الشيطان يسوس لك قرأ صورة البقية هذا ما سبب؟ لا يجب الشيطان يسوس لك يقول لك السبب هذا هو صورة البقية التي تقرأها فمما تقرأها ترى الصدع يبقى إلى قطعتها الصدع يريد. هذا الشيطان يسوس لك فالنصحك فهو تقرأ صورة البقية وصورة الناس عشرين مرة مع صورة البقية وتقرأ صورة الجن وصورة الزلزالي عشرين مرة هذا هو بربعة هذا لا يكتونه لأن صورة الزلزالي تجرى المرضى والدار السكنية في يدار الجن يجب أن يكون مسلم تجرى إليه صورة الناس أقول أعودوا برب الناس إن الشيطان مستمرون بأنه يسيطر عليك بالوسواس صورة الجين مستمرون الكافر وصورة البقرة مستمرون هي العدو الأول للشياطين يعني إنتا منك تريد صورة البقرة لذلك تقول الشياطين دخلوه ديره اللي بغيته و السحره ديره لأخصك تستمر اللي بغي يطايحه ولا اللي بغي يزقي ولا اللي بغي يفرقك في الفراش ولا اللي بغي يطلقك يطلقك وهو تطلقك واذا انت بغي الجنة ولا بغي الراجل واذا انت بغي الجنة ولا بغي المرأة فامتا هم تطلقوا ونقصوا اصدعوا ويتدابزوا وتخرج من الخدمة واسموا هذا يوقع لانه كل شيطان لانه المجتمع كله فيه الشيطان فعليك بصورة البقرة طهار البيت نزاك طهار الدار نزاك انا نصحكم مداومة صورة البقرة مراتين في اليوم مرة مكافية لان احنا الديوناتنا غارقين بالشياطين خاصة جوج المرات في النهار بنفس الورد اللي اعطيتك هي صورة البقرة مع تبعب صورة الجنة وصورة الناس وصورة الزلزالة تقرأها مرة في الصبح ومرة مورة المغرب فهمت؟ ما الشيء لك انت بغي يدابزوا لا بغي يدباز خليهم يدابزوا خلي الصداع يوقع صورة البقرة لانه سكانيرا عبر لانه تفضحنا لانه تقرأ صورة البقرة لانه تقرأ صورة البقرة لانه يدابه نحن نسوروا اشحالموا بقة كتصلي وقابت الطريق ومزيان ما يلاداب يقرأ صورة البقرة صورة البقرة تدخي سكانير تصفي كون بنائدم اللي شيطان كون بنائه اللي مزيان صورة البقرة ممكن تأتَّرش في بنائدم اللي قابت الطريق دي الله بالصح وماللي ما قابتش الطريق وكي نافقت منافقين هذه الكرة تقرأ صورة البقرة تقبض فيه مزيان تشد فيه الشيطان يمشي له ديرك لأنه هو منافق فهمت؟ هذه هي بين قوسين قالوا تشوفوا تقرأ صورة البقرة وقع أنك تصدع في الدار وأنه ضي نوة الزقافة هذاك منافق لا يذكر الله والقلب ليس خالص الله قلبه دنياوي هذه الصورة البقرة تأطر عليك قرأت صورة البقرة أبدا لخمسة للمرأة ديك النهار معكم وقالوا الحمد لله كانوا منامات مزيانين حسب واحد الراحة نفسية من تقرأ صورة البقرة لا يصدع على أوله ولكن اللي عنده صدع في الدار يعملوا عنده بالشيطان وإذا وقفتها ركت تسلم رأسك للشيطان وكلم الصخص كنت تسمعوا يعني خلينا بذلك اللغة العربية وكانت كان هضرت باللغة العربية وكيف يفهمون الناس أخرين مساكن ولكن أنتم مراخسكم هذا هدية الهضرية الصح يعني اللي بقى يضحك معاك ويقول لك حقه ولا وضعت خارباتي تسافت له الفيديو قل له رأولي ديرك عمل بشياطين أنا اللي بغيت نديلك اختبار الآلف وواحد نحصله آلف وواحد نحصله مليون وواحد نحصله قلت هنا وياه في بيت نقرأوا آية الكرسي جسوة نقرأه قل له قوله صبح الله وبحمدي قل له قوله لا إله الله من القلب من تلك أربعة سوء أنت تقول لا إله الله في بيت تبقى كل شيء يطيح قالت لنا كل شيء مسكون كل شيء في الشيطان كل شيء غالب له الشيطان وناس لا نظر طريق و نصر تبع الدنيا و نصر تبع الملاهي الدنياوية هل يغérق في الحرام هل يغرق في التلفازة هل يتبع النساء هل يتبع النساء تبع رجال تبع الحرام كيف هذا المجتمع هل يتبع السحر السحر و الرجال هما اللي مذكورين في صورة الجن كي يقانون بالجن كي يستعنون بالجن مذكورة في صورة الجن ممذكورش النساء که لن يوع balance بالتأم 조سك أرى الرجال عندهما يتبعوا الجين وتبعوا السحراء فهما المتكورون في صورة الجين وإنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجين سمعت هذه الآية ولم نسمع هذه الآية تعني بأن الرجال كانوا يستعنوا بالجين يعني شرك وكفر كانوا في القادم الزمن الرجال يعني يستعنوا بالجين شياطي الإنس نتاشتوا على وجه الأرض يقدر يكون ساكن معك في الدار يقدر على شأنك تؤثر لهم صورة البقرة لأنه مشاهدة الإنس منافقين يصلون صلاة ومصر الله وصلاك يحسبوا دار وكل شيء ماشي هادكية يخصك تصلي، يخصك الدكول الله، يخصك تستاقيم، يخصك الاستقامة يخصك تصبح، يخصك تبرهن الله بأنك مؤمن خالص ماشي يبقاتي في الصلاة يعني شحامك كي سحبت لهيك يصلي صافرها كل شيء ماشي هادش يقول على صورة البقرة كي تؤثر لك وخط صلي وخمس مدير لأنه مالك صافي، مالك قلبك ماشي صافي، عندك أغلاط في حياتك بعض تجوة الفيديو ملائي لانتاكم ونصحهم يقرروا صورة البقرة بالطريقة اللي أقول لكم باش تزولوا الشيطان من الديوط وباش تكونوا الساكينة والرحمة في الديوط ماشي يكون الحرب نحن ممكن قرروا صورة البقرة وقع الحرب في الدار لأننا كل شيء من شيطان وكل شيء عامل بشيطان وكل شيء الأغلبية الناس منافقة ما كيقبضوش تريق نشان مع الله هاتش اليكم نتمنىكم الخير ومع السلامة والله يشافيكم ونتمنىكم الخير لأن صورة البقرة فيها خير مدام صورة البقرة كتأطر عليكم فاعلم بأن راها عندها تأثير وأن الإنسان مراشق بالطريقة الله الله يهديم